ليست مجرد رمال ذهبية بل كل حبة رمال من هذه تحتها كنز إذا كنت تجد أنها مبالغة في الوصف تابع هذا الفيديو عن باقة من أهم صحار العالم وستعرف أنها أراض زاخرة بالكنوز والأحداث من الصحراء المغربية صاحبة الإسم الأكثر إثارة للجدل إلى صحراء الربع الخالي التي لا تشبه اسمها بدا وصحراء السموم ومقبرة النفايات إليكم هذه الحلقة المليئة بالغموض والإثارة لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجراز الربع الخالي رمال معجونة بالكنوز ليست اسما على مسمى إطلاقا مساحات شاسعة من الرمال المجبولة بالنفط والثروات وإذا كانت خالية من البشر فإن الجان يصولون ويجولون في أرجائها ورمالها تخفي ثعابين هي الأخطر وتحتها مدن عاد وثمود نبع النفط السعودي الذي لا ينضب ومسكن الجنية حمدة أساطير كثيرة وحقائق أكثر نسردها لكم برحلة إلى أكثر مناطق المملكة السعودية إثارة الربع الغالي صحراء واسعة وهي أكبر مكان رملي قد يسير فيه إنسان وكأن لا نهاية له كيف لا وهي أكبر صحراء رملية في العالم تتمدد على أربع دول عربية جزءها الأكبر في المملكة العربية السعودية أما الباقي فيتوزع على عمان والإمارات واليمن أيضا بمساحة إجمالية تتجاوز ستمائة ألف كيلو متر مربع وهذه المساحة هي السبب الرئيسي لتسميتها فهي تشكل ربع مساحة شبه الجزيرة العربية وكذلك لافتقارها للحياة البشرية وخلوها تماما منها وذلك سابقا ونظريا أما عمليا فما سنعرضه في هذا الفيديو سيبرهن على أنها ليست خالية على الإطلاق بل وتليق بها تسمية الربع الغالي لا حدود للإثارة مشهد أشبه بالخيال تراه في ذلك المكان فالصحراء تتميز بكثبانها الرملية المتحركة التي تشكل لوحة طبيعية رائعة الجمال إذ تتجمع لترسم أشكالا وكأنها عروق ممتدة في اليد أو حدوة حصان أو غير ذلك ويطلق عليها البدو وهم أعرف الناس بها اسم الربع الغالي وذلك بسبب إيمانهم التام بأن هذه الرمال تكتنز بداخلها ثروات من المعادن والكنوز الطبيعية إضافة إلى الواحات والبحيرات الصغيرة والحيوانات وذلك عدا عن آبار النفط حيث تعتبر هذه الصحراء من أكثر المناطق الغنية بالنفط في العالم أبرزها حقل الغوار وحقل شيبة وغيرهما وعلى سطح هذه الرمال الحمراء الخلابة تتكون أجمل معالم الطبيعة فارتفاع بعض الكثبان الرملية يتعدى الأبراج السكنية في المدن كذلك ساعدت مياه أمطار الربع الخالي في تشكل بحيراته ليصبح لون الشجيرات والأعشاب الأخضر سيد الموقف في مناطق هذه الصحراء إذ أصبحت مرتعا لأنواع مختلفة من الطيور والحيوانات البرية آثار قوم عاد لغز الصحراء المحير قوم عاد هم قوم النبي هود عليه السلام وتذكر المصادر أنهم سكنوا الربع الخالي إذ اشتهروا بقصورهم التي لا مثيل لها على الأرض وكانوا يعيشون في منطقة الأحقاف وهي منطقة رملية واقعة على الطريق بين اليمن وسلطنة عمان التي بنى فيها قوم عاد مدينتهم إيرم المعروفة بالأعمدة الشاهقة الكثيرة كما عرفوا أيضا بقوتهم البدنية وضخامة أجسادهم وقيل إن الله تعالى لم يمنح بشرا قوة وجاها ونسبا كما منحهم حتى أنهم كانوا ينحطون بيوتهم في الجبال كما استطاعوا بناء خزانات كبيرة لجمع المياه فباتت بلادهم آنذاك جنة على الأرض إلا أنهم استكبروا وأنكروا نعم الله تعالى عليهم فأشركوا به وعبدوا الأوثان من دونه تعالى وأعرضوا عن نبيه هود عليه السلام فأبد لهم الله النعم بالنقم إذ أرسل عليهم ريحا عقيما ومنع عنهم المطر لمدة ثلاث سنوات حتى اشتد عليهم الأمر وأهلكوا بكفرهم بعد آلاف السنين اكتشفت بعثات الاستكشاف والآثار مجموعة من آثار قوم عاد بالربع الخالي منها مقبرة لقوم عاد تشفت في صحراء الربع الخالي وذلك خلال عمليات استكشاف الغاز الطبيعي حيث كشفت الحفريات بقايا هيكل لبشر ذوي حجم هائل قال الباحثون إنها تعود لأشخاص من قوم عاد أيضا كان من آثارهم مدينة إرم والتي تحوي قلعة ثمانية الأضلاع تتميز بجدرانها السميكة وأبراجها وأعمدتها التي يصل ارتفاعها إلى تسعة أمتار ويبلغ قطرها ثلاثة أمتار كل ذلك مدفون تحت عشرة أمتار من الرمال وقد اكتشفت هذه المدينة عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين على أيدي البعثات الأثرية الخاصة وقد ورد ذكر إرم في القرآن الكريم بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد كذلك وجد علماء الآثار شظايا فخارية أثرية بالمكان وبخورا وقطعا نقدية وبقايا عظام لأفراس النهر التي لا تعيش إلا على ضفاف الأنهار الجنية حمدة في الطريق بين نجران وشرورة يتوجس العابرون خيفة ولا يسلكون هذا الطريق ليلا والسبب ما أشيع عن وجود جنية اسمها حمدة تتحرش بالعابرين وتداعبهم إما بإطلاق أصوات متقطعة تشبه أصوات السيارات أو بإطلاق هدير يشبه بأنه مزيج من قرع طبول مع صراخ جنيات أخريات كما تقول الإشاعة إن الجنية تعترض طريق عابر الطريق المسفلة مرتدية ثوبا طويلا لتخبئ به عبار رجلها التي تشبه ساق الحمار وتعد حكاية الجنية حمدة الأسطورة الأكثر شهرة في الربع الخالي وتظل عبارة جنية بساق حمار تعترض قائم المركبات عنوانا لحكايات كثيرة نسجت عن الربع الخالي بينما يقول كثيرون إن الأصوات أو الهدير الصادر في المنطقة والذي يوصف بأنه صراخ الجنيات في الربع الخالي ما هو إلا صوت لظاهرة معروفة باسم عزيف الرمال أو كما عرفت قديما عند العرب باسم عزيف الجن الذي يتشكل في السكون وانعدام هبوب الريح. وقد يحدث هذا الهدير متقطعا أو متصلا لمدة ثوان معدودة. والعزيف لغويا هو صوت في الرمال لا يدرى ما هو. اليوم تضم صحراء الربع الخالي الكثير من المنشآت السياحية التي يقصدها السياح من كل أنحاء العالم لرؤية هذا العالم العجيب الذي يمزج بين الخيال والواقع. ومن هذه المنشآت منتجع الربع الخالي وفندق قصر السرب وتحتضن فعاليات كثيرة ايضا مثل ركوب الجمال والخيل ونزهات المشي الصحراوية ويوغا الصحراء والتزلج على الرمال. اضافة الى رحلات سيارات الدفع الرباعي. فما رأيك بالربع الخالي? وهل تراه خاليا حقا? الصحراء الشرقية رئة مصر. مستودع الحضارة المصرية. كنز للمعادن والخامات ومناجم الذهب والاحجار الكريمة. خزان بشري من القبائل المتنوعة. بوابة مصر الرئيسية على الكثير من الاقاليم. الصحراء التي تحرسها الارواح المقدسة ومنها اقتبست مصر تسميتها المحروسة. الارض التي غيرت معنى الصحراء جذريا. اليكم قصتها. لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. خزان الثروات المصرية. على مساحة تبلغ مئتين وخمسا وعشرين الف كيلومتر. اي ثمان وعشرين بالمئة من مساحة الجمهورية المصرية. تتربع الصحراء الشرقية ممتدة بين وادي النيل غربا. والبحر الاحمر وخليج السويس وقناة السويس شرقا. ومن بحيرة المنزل شمالا حتى حدود مصر مع السودان جنوبا. مكانة كبيرة تحتلها هذه البقعة من ارض مصر. اذ يعدها الجيولوجيون بوابة رئيسية للكثير من الاقاليم. ويقال انها سميت بالصحراء الشرقية لانها امتداد لكل ما هو شرق النيل. كذلك توصف بانها خزان الثروات المصرية المدفونة. نظرا لاهميتها الاقتصادية كونها مخزونا للموارد الطبيعية للمعادن الثمينة مثل الذهب والفحم والبترول. وتحديدا الذهب الذي يعد الكنز الاكبر في هذه الصحراء. حيث يقود مصر الى ان تصبح ضمن كبار منتج الذهب في العالم في المستقبل القريب. فالمحروسة تضم اكثر من مئتي موقعا يحتوي ذهبا. كلها تقع في الصحراء الشرقية حيث توجد رواسب الذهب ضمن صخور القاعدة في عدة اشكال. حيث يؤكد الجيولوجيون الخبيرون في مجال التعدين ان سبعين بالمئة من صخور الصحراء الشرقية غانية بالكثير من المعادن. واهم هذه المعادن الذهب. خزان بشري وبيولوجي. تعرف الصحراء الشرقية بانها مستودع بشري ضم قبائل وعرقيات متعددة على مر التاريخ. ولا يتوقف عند قبائل البشارية والاعباب دا والمعازة فقط. بل تثبت الافتشافات العلمية يوما بعد يوم ان هذه الصحراء كانت ضمن المواطن التي شهدت بداية استقرار المهاجرين من شرق افريقيا. كذلك فان الحياة البرية في الصحراء الشرقية المصرية مميزة كثيرا. حيث تعيش فيها الثديات الصغيرة مثل ثعلب الفنكي والفأر الشائك الذهبي والجرذان كثيفة الضيل. اضافة الى اليربوع والقوارد الاخرى التي تستوطن هضاب الصحراء. عدا عن ان سلسلة الجبال في هذا المكان الساحري تمنح موطنا عجيبا لمجموعة متنوعة من الطيور. مثل النسر الذهبي والنسر الملتحي. لكن اكثر ما يميزها ثعلب الصحراء المصري المعروف بالفن. حراس الصحراء. بعيدا عن الثروات والجغرافيا والبيولوجيا يؤمن مصريون كثيرون بان الصحراء لها مكانة روحية فريدة. بل يعتبرها البعض من الاماكن المقدسة التي تحرسها ارواح دينية. معروفة بين المصريين باسم حراس الصحراء الشرقية. وهم عبارة عن ارواح او شخصية تحرس هذا المكان. وان تسمية مصر المحروسة جاءت من فكرة وجود هذه الارواح. حتى ان هناك فرعا خاصا كان موجودا في الجغرافيا اطلق عليه الجغرافيا المقدسة. كان يهتم بهذه الناحية من الصحراء ويدرس الارواح التي تسكن في المكان. وتم تأليف كتب كثيرة عن الموضوع اشهرها كتاب عبقرية المكان للمفكر المصري جمال حمدان. منذ مطلع عام الفين واثنين وعشرين اعلنت الحكومة المصرية بدء العمل على اول مصفات للذهب معتمدة في مصر. وتم اختيار الصحراء الشرقية مقرا للمصفات المذكورة بتكلفة متوقعة للمشروع تصل الى مئة مليون دولار. اما المرحلة الاولى فتكلفتها ثلاثون مليون دولار. وبعد الانتهاء من تأسيسها ستكون المصفات معتمدة دوليا ويحمل الذهب المستخرج فيها دمغة بختم بالكود الدولي تسعة الاف وتسعمائة وتسع وتسعين. ولن تقتصر على خدمة الذهب المستخرجة من مصر. بل ستكون مهمتها خدمة الثروات المصنعة والمستخرجة من الدول المجاورة. مثل السودان والمملكة العربية السعودية. لتحقيق الهدف الذي وضعته نصب عينيها لتحقيق ما يسمى الدرع العربي النبي. على هذه الارض الساحرة التي يعدها المصريون كنزهم الذي لا يفنى. فما رأيك بالصحراء الشرقية المصرية? وهل خطرت ببالك زيارتها ذات يوم? صحراء الجزائر. موتن الجني. والفضائيين. اوزة خالدة تلد ذهبا. ومركز للتجارب النووية. ومنزل يسكنه ملايين البشر. هي بوابة للجن. ومدينة للفضائيين. وفندق يأتيه الزوار من كل ما كان. مئات المواقع الاثرية. والاف الكنز الباطنية. بتريليونات الدولارات. مساحتها شاسعة. لم يكتشف منها الا جزء صغير. وحضارة غابرة عاشت الاف السنين. لم نعرف اسرارها حتى اليوم. الصحراء الجزائرية خفايا طبيعية مذهلة. اصبحت موطنا للاساطير والالغاز. فمن الجن والفضائيين الى التجارب النووية المأساوية. نروي لك خفايا صحراء لم يتمكن العلم من حل الغازها الى اليوم. الصحراء الجزائرية. تشكل الصحراء الجزائرية عشرين بالمئة من الصحراء الافريقية الكبرى. وتمثل اكثر من ثمانين بالمئة من مساحة الجزائر الاجمالية. يحدها من الشمال سلسلة جبال اطلس. وتتكون الصحراء من انواع عدة من التضاريس. مثل العرق المكون من كثبان رملية. والرق المكون من تضاريس صخرية. تعتبر الصحراء الجزائرية من اكثر المناطق سخونة وجفافا في العالم. هذه البيئة سمحت لها لان تصبح اكبر خزان للطاقة الشمسية في العالم. لان الاشعاعات الشمسية تدوم هناك لنحو ثلاثة الاف ساعة اشعاع في السنة. وهو اعلى مستوى لاشراق الشمس. وهذا يتيح لها ان تنتج كهرباء من الطاقة الشمسية تكفي احتياجات اوروبا خمسين مرة من الطاقة التي تستهلكها سنويا. يسكن الصحراء الجزائرية نحو مليونين ونصف المليون شخص. وتعيش فيها القبائل الرحل منذ القدم. والذين يتنقلون باستمرار بحثا عن الاكل والشرب لهم ولمواشيهم. وتعتبر الصحراء موطنا للثروات. حيث تكتنز عشرات الثروات المدفونة غير المستغلة. ومن اجل تنوع مصادر الدخل للدولة الجزائرية بدأت مؤخرا البحث في الصحراء من اجل استخراج الثروات المعدنية المنسية. مثل اليورانيوم والذهب والغاز بالاضافة للاتربة النادرة. بالاضافة للتخطيط لمشاريع الطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء واستصلاح الاراضي لزراعتها مستقبلا. وتتضمن خطة الجزائر ربط الصحراء بجميع انحاء البلاد من خلال استحداث شبكة مواصلات متطورة. وحتى الان لم تستخدم الجزائر سوى اربعة عشر بالمئة من مساحة الصحراء الكلية. وتقدر الدراسات ان الصحراء الجزائرية تزخر بثروات تفوق قيمتها ستة وعشرين تريليون دولار. والاستغلال هذه الثروات اطلقت الحكومة الجزائرية مؤخرا عشرات المشاريع للبحث عن المعادن غير المكتشفة. وذلك من اجل تحقيق سبعة مليارات دولار كصادرات من دون المحروقات. هذه الصحراء التي فاجأت العالم بما تكتنزه من ثروات هي ايضا مكان اسطوري يجمع بين الخيال والحقيقة. قيل ان الجن سكنوها وعاشوا فيها. وقيل ان الفضائيين استقروا فيها قبل الاف السنوات. فما حقيقة ذلك? سيفار اعجوبة العالم. هنا على هذه الهضبة الشاسعة التي تعرف باسم او هضبة الانهار. تقع اعجوبة العالم الثامنة وبرمود البر. موطن الاساطير الغريبة. مدينة السيفار. والمعروفة ايضا باسم بوابة الجن. سميت سيفار بهذا الاسم لكون جبلها يوجد فيه حجارة صفراء. تمتلك المدينة مناظر اثرية مذهلة ومناظر طبيعية خلابة. يعود تاريخها الى حوالي عشرة الاف عام. وتعتبر اكبر متحف في الهواء الطلق في العالم. واكبر مدينة كهفية في العالم ايضا. حيث تضم مئات الالاف من المنحوتات والرسومات ولوحات الكهوف. وتحتوي على اكثر من خمسة الاف منزل كهفي. واكثر من خمسة عشر الف لوحة جدارية ونقوش. اما عن تفسير هذه الرسومات للاجسام الغريبة يقول البعض ان الكائنات الفضائية اي من رسمتها. واخرون نسبوا هذه الرسومات للجن. وسميت ببرمود البر. لان فيها اجزاء كثيرة لم يصل اليها المستكشفون بعد. وذلك لصعوبة الوصول اليها. بالاضافة لظاهرة اختفاء الاشخاص فيها. ومن القصص الشهيرة المنتشرة عنها. يقال ان ساحرا دخل احد الكهوف برفقة ثلاثين شخص. ولم يعد سوى الساحر من هذه الرحلة. اما البقية فاختفوا في الكهف. كما يعتبر البعض ان المنطقة تحتوي على كنوز الملوك السبعة للجن. تجذب هذه المنطقة الاف السياح والمغامرين للبحث عن تفسيرات للرسومات الموجودة فيها على امل الوصول الى اكتشاف ما. لكن سفار ليست المقصد الوحيد للسياح في الصحراء الجزائرية. وانما هناك عدة مناطق شهيرة. السياحة في الصحراء. قد تكون السياحة في الصحراء امرا غريبا بعض الشيء. وغير محبب للعديد من الاشخاص. لكن ليس ان ذكرت لهم الصحراء الجزائرية. التي اصبحت مكانا يقصده الزوار من جميع انحاء العالم. ولشهرة هذه الصحراء بدأت الجزائر بافتتاح عشرات الفنادق ومئات الانشطة السياحية. حيث تعتبر ولاية تومنراست القبلة الاولى السياح في الصحراء الجزائرية. بسبب ما تحتويه من معالم اثرية ومناظر الطبيعية خلابة. وتوجد فيها واحة عين صالح الشهيرة في التاريخ القديم. وفي فصل الشتاء يفضل السياح الذهاب الى منطقة تيميمون. يحيط بالمنطقة الواحات واشجار النخيل ويسافر اليها السياح للبحث عن الهدوء والسكينة. وهناك ايضا تاكيت وبني عباس. وهي منطقة شهيرة لرحلات السفاري. كما يوجد في المدينة قصر الواحة التاريخي وعدد كبير من المتاحف الاثرية. ومن المناطق الشهيرة ايضا القنطرة بسكرة. المعروفة باسم بوابة الصحراء او فم الصحراء. وقصر تماسين وهو واحد من ستة عشر قصرا شهرا. ومنطقة الوادي او مدينة الالف قبة وقبة. لكن هذه الصحراء التي تذخر بكل هذه الثروات الطبيعية عانت من حقبة مأساوية وتجارب نووية مريعة. تجارب فرنسا نووية. على مساحة مائة وثمانية الف كيلومتر مربع في الصحراء الجزائرية انشأت فرنسا مركزا عسكريا صحراويا ضم عشرة الاف عامل. بينهم ستة الاف وخمسمائة مهندس وجندي وباحث. والثلاثة الاف وخمسمائة المتبقية هم عمال جزائريون. تمكنوا اخيرا من اختراع اسلحة دمار شامل. لكن هذه الاسلحة تحتاج مكانا للتجربة. فوقع الاختيار على الصحراء الجزائرية. الجربوع الازرق واحدة من هذه القنابل. اسم خبيث لعمل خبيث. دمرت القنبلة كل شيء في مساحة كيلومتر وستمائة متر مربع. وكانت قوة تفجير الجربوع الازرق اكبر بثلاث مرات من القنبلة التي القتها امريكا على ناكازاكي عام الف وتسعمائة وخمسة واربعين. وصل عدد التجارب النووية في الصحراء الجزائرية الى سبعة وخمسين تجربة. تم تفجير سبعة عشر قنبلة نووية منها. تضرر الاهالي من هذه التجارب وما زالوا الى اليوم يعانون. ووصل عدد الضحايا الذين تعرضوا لامراض ناجمة عن الاشعاع الى نحو ثلاثين الف شخص. تجربة مأساوية عانت منها الصحراء الجزائرية التي قدمت للعالم القديم الكثير. وما زالت تقدم للجزائر الى اليوم. هذه هي قصة الصحراء الجزائرية. وما تحتويه من اسرار وخفايا. فهل ترغب يوما بزيارتها? اخبرنا ذلك في التعليقات. الصحراء المغربية ارض تنبدو بالثروات. الصحراء المغربية اكثر المناطق اثارة للجدل في العالم. والتي تحتضن اشرس الصراعات واطولها الى اليوم. مساحتها تعادل مساحة بريطانيا. وبعيدا عن الصراعات والنزاعات. تمتلك ثروات هائلة. جعلتها مطمعا ومحل نزاع. ففيها اكبر منجمي الفوسفات. واغنى احتياطات الحديد. والاراضي الزراعية. والثروة السمكية الهائلة. اضافة الى واحد من اهم الموانئ في العالم. تعالوا في هذا الفيديو نتحدث عن ثروات الصحراء المغربية. لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. صحراء غنية بالخيرات. الصحراء المغربية اسم بمجرد ان يذكر يثير الكثير من الجدل واللغط. فبين انها مغربية او غربية. جدالات كثيرة تثار وقد تتعدى مرحلة الجدال احيانا. فحرف واحد قد يتهم المرء بسببه بالخيانة. وبعيدا عن الاسم والوضع السياسي او الحدودي حين يذكر اسم الصحراء. يظن القارئ انها ارض خالية فقيرة من اية خيرات. لكنها على العكس من ذلك تماما. ارض غنية بالثروات الطبيعية والمعادن. وشواطئها مليئة بالموارد السمكية والزراعية. وترابها يجعلها من اغنى صحار العالم. وذلك بفضل الاحتياطي الكبير من الحديد الذي تمتلكه. اضافة الى جودته العالية. عدا عن سهولة استخراجه ونقله عبر المحيط الى جميع اسواق العالم. ما يمنحها مكانة عالمية مهمة بالنسبة لهذا المعدن. يمكن ان تتبوأ من خلالها مكانة عالمية تنافس فيها الكونغو التي تعتبر اكبر منتجي الحديد في العالم. رغم انها تحوي احتياطات مؤكدة لا تتجاوز سبعة مائة وسبعة وستين مليون طن من الحديد. الكمية التي يؤكد الباحثون انها موجودة في موقع واحد فقط من الصحراء المغربية وهو الفرفرات. ايضا تضم سواحل الصحراء المغربية مخزونا كبيرا من النفط والغاز. ووقع المغرب عدة اتفاقيات. منها اثنتان للتنقيب عن النفط مع شركتي الفرنسية وكيرماك جيجورب الامريكية في اكتوبر الفين وواحد. بموافقة من المستشار القانوني للامم المتحدة هانس كوريل. والتي اعطت المغرب الحق القانوني في القيام بعمليات التنقيب عن النفط هنا. ومثل كل الاراضي المغربية فان الصحراء غنية جدا بالفوسفات. ففي عام الف وتسعمائة وسبعة واربعين تم اكتشاف اكبر منجم منفرد للفوسفات في العالم في منطقة بوكرا. مئة كيلو متر الى الجنوب الشرقي من مدينة العيون بالصحراء المغربية. ما اجج الصراع اكثر حول هذه الارض بين جميع الدول المجاورة للمنطقة كاسبانيا وموريتانيا ايضا. اما كمية الفوسفات في هذه الاراضي فقد قدرها المغاربة بملياري طن فقط. بينما تؤكد مصادر غير مغربية بان منطقة بوكراع تضم احتياطيا يصل الى عشرة مليارات الطن بنسبة تعادل ثمانية وعشرين ونصف بالمئة من الاحتياطي العالمي من الفوسفات. في حين تنتشر مناجمه على مساحة تقدر بثمانمائة كيلو متر مربع. اليوم تستغل شركة فوس بوكراع ثروات بوكراع من الفوسفات التي يتم نقلها الى ميناء المرسى في مدينة العيون. حيث تعالج الكميات المنقولة. ثم يتم تصديرها الى اوروبا وامريكا واستراليا. وبعيدا عن النفط والحديد والفوسفات. فارض الصحراء المغربية غنية بالملح ايضا. اذ تضم اكثر من عشرة سبخات تشكل خزانات ضخمة للملح. واهم هذه السبخات سبخة التي تقدر احتياطاتها من الملح بحوالي اربعة ملايين ونصف المليون طن. ما تزال مستغلة منذ الف وتسعمائة وواحد وتسعين عبر شركة المغربية. تمنح سبخات الملح كميات هائلة تقدر سنويا بحوالي عشرين الف طن. وعد عن دعمها للاقتصاد. فهي تتيح فرصة عمل موسمية لاكثر من خمسة الاف عامل. جهود التنقيب في الصحراء المغربية وصلت لاكتشاف خامات عديدة اخرى هنا. مثل والرخام والزيركون والتيتان والنحاس. لكنها لم تستغل بالطريقة المثلى حتى اليوم. وبعيدا عن كل المعادن. حتى رمال الصحراء المغربية نفسها تعتبر ثروة بالنسبة لهذه المنطقة. اذ ينشط هنا اقتلاع الرمال وتصديرها الى جزر لاس بالماس الاسبانية بمعدل ثمانين الف طن سنويا. ثروات حيوانية وسمكية. الثروات التقليدية تعتبر من اهم الثروات التي تمنح السكان مصادر للعيش. حيث اعتاد السكان الاعتماد على الرعي والحيوانات في اعمالهم. ومما يزيد اهمية الثروات الحيوانية الحاجة المتزايدة للحوم والالبان من السكان. اذ تتركز هذه الثروة في شمال الصحراء ووسطها. اذ تضم اكثر من مائة الف من الابل. ومن الماعز يعيش هنا اكثر من خمسمائة الف رأس. وثلاثمائة الف رأس من الاغنام. ونحو عشرين الف رأس من الابقار. وكما تضم رمال الصحراء ثروات كبيرة سواء في رمالها او فوق ارضها. فان مياهها الساحلية ايضا تزخر بالثروات الهائلة. فسواحل الصحراء المغربية المطيلة على المحيط الاطلسي بمساحة تصل الى ستمائة كيلو متر مربع. تعتبر غنية بالثروة السمكية المتناوعة التي تشمل مائتي نوع من الاسماك. وستين نوعا من الرخويات والعشرات من انواع القشريات. بانتاج يبلغ سنويا اكثر من مليون طن. ومن اهم مناطق الصيد البحري على السواحل الصحراوية موانئ العيون وبجدون والداخلة. التي فيها العديد من التجهيزات المرتبطة بعمليات الصيد والمئات من وحدات المعالجة. اضافة الى تصنيع وتبريد وتخزين المنتجات البحرية واستقبال المئات من سفن الصيد. السياحة والتجارة. بعيدا عن الثروات الملبوسة من معادن ونفط وغاز وغيرها. تمتلك الصحراء المغربية مكانة سياحية كبيرة ومهمة. لما تضمه من مشاهد صحراوية خلابة. وسواحل ممتدة على مئات الكيلو مترات. فيها مواقع رائعة بالنسبة للسياحة والاستجمام البحري. اما ابرز مناطقها السياحية فهي واحة لمسيد وبحيرة نايلة وخليج خنيفيس. كذلك شلالات ام بدعة ووادي تافودار وشواطئ مدينة الداخلة المعروفة بانها وجهة هوات ركوب الامواج والتزحلق على الماء. لكن كل هذه الامكانيات والاثار تبقى ناقصة في ظل التراجع الاهتمام بالبنى الاساسية السياحية التي تدعم المكانة السياحية هنا. مثل الفنادق وموانئ الاستجمام البحري والمخيمات. مع ذلك يدعم النشاط السياحي اهم المرتكزات المستقبلية للاقتصاد الصحراوي. كذلك عدا عن السياحة فان التجارة ايضا مرتكز مهم جدا للاقتصاد في الصحراء. فالصحراويون ملعون بالتجارة ويعتمدون عليها كنشاط تقليدي لدعم الاقتصاد تاريخيا. فلطالما شكلت المنطقة ممرا للقوافل التجارية القادمة من المغرب وإليه. خاصة مدينة العيون التي تسيطر على اهم مفاصل العمل التجاري في الصحراء الذي يعمل فيه ما بين واحد وعشرين الى خمسة وعشرين بالمئة من مجموع السكان الناشطين اقتصاديا. عبر التاريخ لعبت الصحراء المغربية دورا كبيرا جغرافيا. اذ كانت على الدوام منطقة عبور بين اوروبا والشمال الافريقي والدول الافريقية جنوب الصحراء. عادا عن انها تشكل جسرا يربط المغرب بالعمق الافريقي. ورغم ان الاستعمار الاسباني خرج من الاقاليم الجنوبية وهي صحراء قاحلة الا انها باتت الان تمتاز ببنية تحتية قوية جدا. خاصة مدينة العيون التي يصفها الخبراء المغاربة بانها معجزة تنموية حقيقية. الصحراء السامة الصحراء السامة ظهرت على القعر الجاف لاكبر البحار في العالم. اصغر الصحار عمرا. سببت ذهورها مزارع القصرية. التي جففت بحر ارال. في سبيل ان تكون اسيا الوسطى اكبر مصدر القطن في العالم. صحراء ارال كوم. برهان الطبيعة لادانة البشر على تغيير وجه الكون. عزيزي المشاهد. نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زويا. فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بالتعليقات. قل ما كانت المشاريع الناجحة نظيفة الخلفية. حيث لا يمكن ضمان نجاحها دون مخلفات كارثية. غالبا لا يتم الكشف عنها وتبقى ضمن الصناديق السوداء. ولكن في هذا الموضوع الطبيعة هي من كشفت الكارثة. ووضعت امام اعين البشرية واحدة من جرائم الانسان في حقها. في فترة الثمانينات كان هاجس السوفيات تحويل اسيا الوسطى الى اكبر منتج القطن في العالم. وفعلا تم تحقيق ذلك وتصدرت اوزباكستان قائمة اكبر مصدر القطن. وذلك بعد ان قام السوفيات بتنفيذ مشروعات ضخمة للري والزرعة. ومن اجل زيادة الانتاج قاموا بتحويل مصاري نهري امو وسير داريا للري. الامر الذي سبب نقصا كبيرا في تدفق المياه لبحر ارال. وقضت المبيدات والمواد الكيميائية على الحياة البحرية فيه. وبعد ان كان ارال من اكبر البحار الداخلية في العالم. جف بصفة كاملة تقريبا ولم يبق منه سوى بحيرتين صغيرتين. جفاف ارال كان بداية لتكون صحراء حديثة. وولادة اراض جافة على اثره اطلق عليها اسم صحراء ارالكوم. وتشكلت جزئيا نتيجة لتسرب الرمال والرواسب الطينية التي تركتها المياه المنسحبة من البحر. تأثرت المجتمعات المحلية بعد ذلك بشكل كبير. حيث انخفض مستوى الصيد والاقتصاد المعتمد على المياه. واليوم تغطي صحراء ارالكوم مساحة تزيد قليلا عن ثلاثمائة وخمسين الف كيلو متر مربع. مما يجعلها واحدة من اكبر الصحاري في العالم. وتتموقع بين البحر القزويني وجبال تيانشان في جنوب شرق كزاخستان وشمال غرب اوزباكستان. وتحولت المنطقة من المناخ الرطب الى المناخ القري الجاف. كما تعاني ارالكوم من ظاهرة الرمال الطائرة. التي تؤثر سلبا على البيئة والزراعة والانشطة البشرية. وهي ظاهرة تحدث عندما يكون لدى الرياح القوة الكافية لرفع حبيبات الرمل من السطح الى الهواء. وللاسف فان سلبياتها تتعدى ايجابيتها. فالرمال الطائرة لها تأثيرات عديدة. منها تشكل التضاريس والكثبان الرملية وتغطية مساحات كبرى بالرمال. مما يؤثر بشكل سلبي على النباتات والحيوانات. الى جانب تآكل البنية التحتية والمباني. اضافة الى ذلك فهي تمثل خطرا صحيا على المتساكن. ارتبط تكون صحراء ارالكوم بعديد الاحداث التاريخية المهمة. كما ان مميزاتها الجغرافية جعلتها منطقة جذابة للعلماء والباحثين بفضل بيئتها. حيث تتميز بمناطق رملية وكذلك سهولا شاسعة. تحتوي على مختلف النباتات المقاومة للجفاف. والاهم من كل ذلك وبالرغم من الجفاف الكبير لصحراء ارالكوم. فان هناك مصادر مائية جوفية هائلة. تلعب دورا مهما في دعم النباتات والحيوانات الصحراوية. وكذلك ابار جوفية تستخدم للري الزراعي والشرب في بعض المناطق. ولصحراء ارالكوم شواهد جيولوجية ثرية. بها بقايا حيوانات ونباتات قديمة جدا. يرى لجيولوجيون انها قد تكون اجابة لعديد الاسئلة حول تطورات المنطقة التاريخية. بينما يرى محللون اخرون ان التجارب والاهتمام الكبير بالمنطقة. مرتبط اساسا بمحاولات حل لغز احدى المقرات السرية السوفياتية. التي اقيمت قديما هناك وكانت مخصصة لتجارب الاسلحة البيولوجية. وخوفا من انتقال اي كارثة بسبب البراميل القديمة بالمنطقة الى السكان. قامت السلطات الامريكية في ارسال فريق مختص لتمشيت المنطقة وتنظيفها. وتعاني صحراء ارالكوم يوميا بسبب خمسة وسبعين مليون طن من غبار الاملاح السامة. التي تحملها الرياح كل عام من القعر الجاف لبحر ارال الى امتداد مسافات غير محدودة. اثر ذلك على نوعية الامطار التي باتت نسبة الملوحة فيها مرتفعة. اضافة الى الكميات الكبيرة التي تحتويها من كلوريد السوديوم والمواد المسرطنة. والتي تعود الى المبيدات الحشرية التي استعملها السوفيات. للاسف فان كل هذه المواد قد تغلغلت في السلسلة الغذائية بالمنطقة. ونتج عنها عدد لا متناهي من الامراض التي يعاني منها الاهالي. اليوم اذا ما نظرت الى المنطقة التي كانت اكبر بحار العالم. سترى بقايا سفن راسية على شواطئ من الرمال يدعوها البعض. بمقبرة السفن الصديقة الراسية على بحر من الرمال. مشهد فيه من التناقض ما يثلج الصدر. ترى فيه صحراء ارالكوم السامة. تجتمع فيها سفن البحار وسفن الصحراء من الابل في وقت ومكان واحد. والى اليوم ما زالت هذه المنطقة التي شهدت عصرين جيولوجيين مختلفين. وانتقالا من البحار الى الصحاري. وجهة للعلماء والخبراء ودليلا اخر على تخريب البشر للكون. وانتم اخبرونا ان كنتم قد سمعتم عن هذه الصحراء من قبل. ولا تنسوا اخبارنا عن رأيكم في التعليقات. غضب الله على الارض. رمال تلتهم هيكل عظمية لحطام السفن. في ارض خالية تماما من الماء. تزدهر الحياة البرية. هذا ما يحدث عندما يجتمع اللونين الازرق والاصفر. فينتج لدينا مكان غامض يخفي اسراره جيدا. ارض الله التي صنعت في الغضب. كما يقول اهلنا ميبيا او المكان الذي نزل عليه غضب الخالق. مع الملايين من الدوائر الغريبة. قيل ان الجنيات ترسمها باقدامها خلال طقوس الرقص. صحراء فيها اعلى الكثبان الرملية في العالم. بارتفاع يفوق مائة طابق. اقدم صحراء في العالم. صحراء ناميب. حجمها يعادل مساحة النمسا. تجذب سنويا اكثر من مليون سائح. وينمو فيها ما يقرب من ثلاثة الاف وخمسمائة نوع من النباتات. لكن يمكن لهذه النباتات والحيوانات ان تعيش في اشد الاماكن جفافا وقسوة في العالم. فما هي قصة ساحل الهياكل العظمية? وما لغز دوائر الجنيات? قبل ان نخبركم قصة اغرب صحراء في العالم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. اطلق عليها البحارة البرتغاليون اسم بوابة الجحيم. صحراء ناميب واحدة من اقدم الصحارى واكثرها جفافا في العالم. تشهد اقل من سنتيمتر واحد من الامطار سنويا. وهي قاحلة بالكامل تقريبا. يعود اسم ناميب الى لغة نامع. وتعني الكلمة المكان الشاسع او المنطقة التي لا يوجد فيها شيء. تمتد صحراء ناميب لاكثر من الفي كيلو متر على طول سواحل المحيط الاطلسي لناميبيا وانجولا وجنوب افريقيا. وتغطي مساحة واحد وثلاثين فارز مائتين واربعة وسبعين ميلا مربع. تعد الكثبان الرملية التي يبلغ ارتفاع بعضها ثلاثمائة متر اكثر الكثبان الرملية في العالم ارتفاعا. ويبلغ طولها اثنان وثلاثين كيلو مترا. كما تعد الصحراء موقعا مهما لتعدين التنجستن والملح والماس. ويتواجد فيها واحدة من اكبر المحميات في العالم. حديقة ناميب نوكلافت الوطنية التي تمتد على جزء كبير من الصحراء. المفاجأة ان الحيوانات يمكنها البقاء على قيد الحياة في هذه المنطقة القاحلة. معظم الحياة البرية الصحراوية عبارة عن مفصليات وحيوانات صغيرة اخرى تعيش على القليل من المياه. وقد تصدم لدى معرفتك ان الافيال اكبر الحيوانات الثدية تعيش هنا ايضا في الصحراء. وبقاؤها على قيد الحياة والتأقلم مع ظروف الجفاف وانعدام المياه هي معجزة بحد ذاتها. كما تعيش في الصحراء الاسود الفريدة من نوعها. والتي تحصل على الماء من خلال الحيوانات التي تأكلها. حيوان اخر تكيف جيدا مع هذه البيئة القاسية. هو حصان صحراء ناميب. ويمكن العثور على مجموعات ضخمة من هذه الحيوانات البرية. كما تعد صحراء ناميب. موطنا لعدد من الانواع غير العادية من النباتات التي لا توجد في اي مكان اخر في العالم. احد هذه النباتات هو نبات ويليوتشا ميرابيليس. وهو نبات يشبه الشجيرة تنمو فيه فقط ورقتان طويلتان بشكل مستمر طوال حياته. نبات غريب اخر هو شجرة الجعبة التي تقطع فروعها في اوقات الجفاف الشديد من اجل الحفاظ على معدل الرطوبة. وهناك اكثر من ثلاثة الاف وخمسمائة نوع مختلف من النباتات. واذا كنت تتساءل كيف تعيش هذه النباتات والحيوانات في هذه الظروف القاسية? فالجواب يكمن في الضباب. والذي يطلق عليه الانجولي يونس ماكاسامبو. تشهد صحراء ناميب حوالي مائة وثمانين يوما من الضباب كل عام. وينتج بفضل الهواء البارد القادم من تيار بنجيل البحري. الذي يصدم بالهواء الساخن القادم من المناطق الداخلية القاحلة. يعتبر الضباب الكثيف على طول الساحل جوهر الحياة في ناميب. لان الندى الذي يتكثف على الاعشاب الصحراوية وعلى اجسام المخلوقات الصغيرة هو ما يدعم اشكال الحياة في الصحراء. لكن في الوقت نفسه يتسبب الضباب الكثيف بالكثير من المآسي خاصة للسفن. فبحسب البعض تدفن رمال صحراء ناميب حطام اكثر من الف سفينة. في مكان اصبح يطلق عليه اسم ساحل الهيكل العظمي سكالتينكاست. وجاء اسم ساحل الهيكل العظمي لسببين هما عظام الحيتان التي تملأ الشاطئ لان المنطقة كانت تشهد نشاطا في صيد الحيتان. والسبب الثاني هو بقايا حطام السفن المدفونة بالرمال. ويعتقد ان عددا كبيرا منها قد غرق اوتاها بسبب الضباب الكثيف. دوائر الجنيات. في الارض العشبية القاحلة في صحراء ناميب تنتشر الدوائر الخيالية. وهي عبارة عن بقع دائرية من الاراضي القاحلة محاطة ببقع من النباتات. يتراوح قطرها بين اثنان واثنى عشر مترا وتمتد لمئات الاميال. وغالبا ما تكون محاطة بحلقة من النمو المحفز للعشب. تقول الاسطورة المحلية ان الالهة تتركت هذه الدوائر كاثار لها. ونظرية محلية اخرى تقول ان هذه الدوائر تنشأ لدى ملامسة ارجل الجنيات للصحراء بعد ممارستها لطقوس معينة. ولهذا السبب اكتسبت اسم دوائر الجنيات. وهناك اسطورة ثالثة روج لها بعض المرشدين السياحيين في ناميبيا. وهي ان الدوائر تتكون بسبب تنين موجود في الارض. وبعيدا عن الاساطير فقد خلقت هذه الدوائر حالة جدل كبيرة في المجتمع العلمي. فمنذ اكثر من نصف قرن والعلماء يحاولون تفسير هذه الظاهرة ليخرجوا بعدة نظريات. منهم من ارجع سبب وجودها الى النمل الابيض الذي يولد نظاما بيئيا من خلال هذه الدائرة للمحافظة على رطوبة التربة. واخرون قالوا ان السبب هو التربة المشعة والسموم النباتية المتبقية في التربة. وهناك نظرية نشرت نتائجها قبل اشهر اعتبرها الكثيرون الاكثر منطقية لتفسير الدوائر. تقول النظرية التي توصل إليها علموا البيئة الالماني ستيفان جيتزن مع فريقه ان الماء في داخل الدوائر كان ينضب بسرعة. على الرغم من عدم وجود نباتات لاستهلاكه. بينما كانت الاعشاب في الخارج قوية. كما كانت دائما وذلك في ظل الحرارة الشديدة في الصحراء. ليجدوا ان الاعشاب خلقت نظام فراغ حول جذورها لجذب الماء نحوها. حيث قامت النباتات بتنظيم نفسها للوصول الى موارد المياه النادرة. هذه احدث النظريات التي فسرت واحدة من الغاز كثيرة موجودة في صحراء ناميب. والتي يزورها سنويا مئات الالاف. اغلبهم يأتون من اوروبا وامريكا ويقومون بانشطة كثيرة. ومنهم من يفضل زيارة المكان برحلة سفاري جوية للتمتع بمشاهد مكتملة لصحراء ناميب. حروب المافيا في الصحراء الجزائرية. كل النيازك ينطفئ لهبها عندما تتطم بالارض. الا نيازك الجزائر تطفئها رمال الصحراء. لتشعلها اياد مهربيها الى الاسواق العالمية. حرب نيازك في الجزائر. معارك اسلحتها من السماء وجيوشها من الارض. وغنائمها يستفيد منها الجميع. الا الجزائريون. اما الحكومة الجزائرية فلا ناقتلها فيها ولا جمل. اليكم التفاصيل. حرب لا شفع فيها ولا وتر. في ليلة الثامن من ايار الفين وثلاثة وعشرين اهالي ولاية المسيلة الجزائرية يرصدون نيزكا دخل الغلافة الجوية في سماء مدينتهم. حول ليلتهم تلك الى نهار عاشه الاهالي بكل تفاصيل. مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية اصدر بيانا توضيحيا بخصوص رصد نيزك مضيء جدا. قدرت كتلته بنحو عشرة كيلو جرامات. حاول فيه طمأنة المواطنين الى ان هذه ظاهرة طبيعية. ومن الممكن ان تتكرر لاكثر من عشر مرات سنويا. النيزك لم يكن الاول الذي يراه الجزائريون. الذين رفضوا الطريقة التي تعاملت بها الحكومة والاعلم مع الحدث. وهي الطريقة التي لطالما تعاملت بها السلطات مع حوادث مشابهة. فما هي قصة النيازك في سماء الجزائريين? هدايا السماء تتحول الى نقمة. يرجع تاريخ النيازك على الارض الى ملايين السنين. لكن التفات العالم اليها وادراكهم لاهميتها بدأ عام الف وثمانمائة وثلاثة من فرنسا. واحتار العلماء آنذاك في مهية هذا الزائر من السماء. ان كان حجرا لا اكثر او اقل ام هو شيء ذا قيمة كبيرة. وخلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر تحديدا عام الف وثمانمائة واربعة وستين. اعلنت المديرية العامة للمناجم عثورها على نيزك في منطقة سوري الغزلان التابعة لولاية جنوب غرب العاصمة الجزائر. وكان اول نيزك يتم العثور عليه في البلاد. توالت بعدها اكتشافات النيازك في مناطق مختلفة حول البلاد. بقيم متفاوتة واحجام مختلفة. الا ان نقص الادوات وضعف الامكانيات حال دون الاهتمام بها بالشكل المطلوب. حتى فترة الستينيات حين بدأ الغزو الامريكي للفضاء. الذين منحوا النيازك اهتماما كبيرا ازداد شيئا فشيئا وبلغ ذروته في الثمانينيات. ونيازك الجزائر لم تكن بعيدة عن الموضوع برمته. ففي عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين اتشف فريق الماني منطقة العرق الاصفر في الصحراء الجزائرية. حيث عثروا على اكثر من اربعمائة وخمسين نيزكا هي من اهم النيازك المعروفة الى اليوم لدى العلماء. هذه الحملة لفتت انتباه العلماء من حول العالم بهذه المنطقة. وليس العلماء فحسب. بل قسم اخر من المهتمين بهذه الحجارة الذين وجدوا في تلك البلاد مصدر رزق لهم. فبدأوا ينقبون عن هذه الحجارة ويستخرجونها ثم يهربونها عبر طرق مشروعة او غير مشروعة الى خارج البلاد. لتتشكل شيئا فشيئا شبكات تهريب متخصصة بالنيازك ما تزال موجودة الى اليوم. بل تعتبر تجارة مزدهرة في تلك الصحراء. فوفق تحقيق صادر عام الفين وواحد وعشرين اكد ان جزائريين كثيرين باتوا ينقبون عن هذه الحجارة. كأنهم ينقبون عن ذهب او ماس او نفط لبيعها لعصابات مختصة بتهريبها للخارج. وقيل ان سعر الجرامي الواحد منها قد يتجاوز ثلاثين الف دينار جزائري. اي ما يعادل مائتي دولار تقريبا. تبدو كافية لتحويل نعمة سماء الجزائريين الى نقمة. بعد ان بات الشغل الشاغل للشباب الجزائري الحصول على حصته من هذه الثروة. التي قدرت الجمعية الجزائرية للفلك وعلوم الارض انها وجدت عشرة الاف قطعة حتى الان. الا انه للأسف فان الجزائريين قد اهملوا هذه الثروة كثيرا. حتى سقطت كنز سمائهم في ايدي من لا يستحقونها. اذ باتت القطع النيزاكية بيد عصابات تهريب متخصصة. تتلقى مبالغ كبيرة لتنجز مهمات استخراج هذه الاحجار. كنوز فضاء الجزائر في الفضاء الافتراضي. عام الفين واثنين وعشرين عرض موقع مشهور قطعا من القمر للبيع باسعار باهظة. تبين انها مهربة من صحراء الجزائر. الحدث اثار ضجة وصخطا خاصة من العلماء الجزائريين الذين يدركون تماما اهمية هذه الثروة. خاصة ان المعروضات حينها كانت مسجلة في قاعدة البيانات العالمية للنيازك. التي تشرف عليها الجمعية الدولية للنيازك وعلم الكواكب. وبعيدا عن قيمتها المادية الكبيرة. حيث قدر النيازك الواحد منها ان كان وزنه خمسة عشر كيلو جرام على سبيل المثال. فان ثمنه حوالي اثنى عشر مليون دولار. فان لقطع القمر هذه قيمة علمية كبيرة. حيث يجري الباحثون العلميون تجارب وابحاثا مهمة جدا حولها. وهذا ما جعل المهتمين بتهريبها يجندون عصابات بمواصفات خاصة. يخرجونها من اراضي البلاد ويهربونها الى الخارج وفق خطط مدروسة. وباستخدام ادوات متطورة يصعب كشفها. الا ان كشف وجود هذه الظاهرة وتأكيدها ليس بصعب. مع انتشار احجار النيازك الجزائرية في المتاحف العالمية. الظاهرة التي باتت تغضب الجزائريين بكافة شرائحهم. والذين ادركوا اهمية الكنز الذي يتسرب من بلادهم ليستقر بايدي المهربين وتجاري الثروات عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. لذلك لطالما طالب الجزائريون بكبح جماح هذه العصابات. ومنذ عام الفين واثنين ارتفعت اصواتهم للمطالبة بوضع حد لهذه الظاهرة وتضييق الخناق على هؤلاء باي طريقة ممكنة. فهذه الاحجار التي تبدو بلا اهمية لها قيمة كبيرة. اذ تحتوي على معادن وغازات نادرة تغني دراستها رواد الفضاء عن السفر للقمر لاجراء الدراسات عليها. مطلبان يضعهما الجزائريون في عهدة حكومتهم. الاول ان يتم ترخيص مهنة التنقيب عن النيازك. على غرار مهنة التنقيب عن المعادن والثروات الاخرى كالذهب وغيرها. وذلك لشارعانة هذه المهنة ووضع ممتهنيها تحت اعين السلطات. بدل ان يستمروا في ممارسة انشطتهم او هوايتهم هذه دون رقيب او حسيب. ويرى المطالبون بهذا القانون ان كل تأخير فيه يتسبب في امتهان كثيرين لمهنة تهريب هذه الكنوز. ومن ناحية اخرى يطالب الباحثون والخبراء بسن قانون يجرم تهريب النيازك حرفيا. وان تتوقف السلطات عن معاملتهم بتساهل لعدم وجود قانون يفرض محاسبتهم. بل يلجأ القانونيون الى تكييف قوانين اخرى مع التهريب. لذلك يرى الجزائريون ان قانونهم لم يكن كافيا لحمايتهم. الجنبري في صحراء لوط. جحيم الارض تشتعل في ايران. صحراء حديثة التكون تقبع بين الجبال. حرارة تصل الى ثمانين درجة مئوية جعلتها تتربع على عرش اشد بقاع الكوكب حرارة. صحراء لوط. اين حرم على البشر العيش. ولكن سكن الجنبري رمالها عوض البحار. اكتشاف غريب اخر باياد عربية. فهل من جديد اخر لم تصلك اخباره بعد? عزيز المشاهد نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زواياه. فلا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. كما ان مرورك علينا بالتعليقات يسعدنا. صحراء لوط. وحسب بعض المصادر فقد اكتسبت اسمها من الذين تداولوا على التواجد في تلك المنطقة عموما. والتي يرجح انها نفس المكان الذي اتخذه نبي الله لوط موطنا له ولجأ اليها. تقع صحراء الوط وسط اعمق نقطة في الهضبة الايرانية. حيث يصل عمق مكانها الى حوالي ثلاثمائة متر. وهذه الهضبة تحتل مساحة شاسعة من ايران وباكستان وافغانستان. وحسب خبراء المناخ فان هذه البقعة تعتبر من الصحاري حديثة التكون. فقد ظهرت تدريجيا بفعل الجفاف الذي تمكن منها. وساهم في ذلك بعدها عن مصادر رطوبة البحر من جهة. وتواجدها في منطقة شبه استوائية من جهة اخرى. بطول يبلغ الفا ومائة كيلو متر ومائتي كيلو متر عرضا. توسطت صحراء لوط مجموعة من السلاسل الجبلية. منها سلسلة جبال كوهينان التي سيرتها من الغرب. وجبال بيلنجان من الشرق. موقعها هذا جعلها منخفضة جدا مقارنة بما يحيط بها. وبالتالي عرضة للكتر الهوائية الجافة والساخنة. التي كانت من الاسباب الرئيسية التي جعلت صحراء لوط اكثر المناطق جفافا وحرارة في العالم. واكتسابها نفس خصائص مناخ البحر الابيض المتوسط. جعل مناخها صحراويا ساخنا. يستحيل العيش فيه. وتميزت المنطقة بمناظر طبيعية. تكاد تكون اقرب للخيال في تناقضها. حيث تجاور هذه الصحراء منعدمة المياه. الجداول والانهار المنبثقة من السلاسل الجبلية الهاشمية. صحراء لوط الحجرية شيدت على رمالها قصورا. لكنها قصور لم تكن ليد البشر دخل فيها. نصبتها طبيعة بين الصخور السوداء المتناثرة هناك. وطبعا دون احتساب التغيرات المناخية عموما. فقد لعب هذا النوع من الصخور دورا رئيسيا. في درجات الحرارة القاسية هناك. ذلك ان لها قدرة هائلة على امتصاص الحرارة. تفوق بكثير قدرة الرمال البيضاء عموما. ومن اقصى الدرجات المسجلة بصحراء لوط كانت ثمانين فاصل ثمانية درجة مئوية. وقد ازحت بذلك وادي الموت من رأس القائمة. وهي منطقة تقع في كاليفورنيا الامريكية شرقا. وكذلك صحراء العزيزية الواقعة بطرابلس الليبية جنوبا. والتي سجلت درجة حراراتها ثمانية وخمسين درجة مئوية في الف وتسعمائة واثنين وعشرين. وذلك حسب احد عشر الف محطة رصد جوية. تعنا بقياس حرارة الهواء موزعة على مختلف بقاع العالم. وصارت هذه المناطق الثلاث. ومنها صحراء لوط. الاكثر بروزا في سجلات هذه المحطات. المتوفرة منذ ما يزيد عن قرن. الجنبه ينمو في صحراء لوط. لن تنفك الاكتشافات العلمية من زعزعة ما اعتقدنا انه ثابت. فهل لك ان تتخيل ان هذه المنطقة القاحلة مكانا ينبض بالحياة وليس للبشر وانما للجنبري. نعم فهذه المعلومة جئناكم بها من الواقع لا من الخيال. واليك بالتفسيرات العلمية. اولا الجنبري هو من القشرية المنتشرة في غالب انحاء العالم. ويمكنه العيش سواء في المياه العذبة او المالحة حسب النوع. ولكن كيف له ان ينمو في صحراء لوط. الامر كشفته ابحاث علمية امريكية. ورد فيها انه بعد نزول الامطار هناك تبدأ قشريات صغيرة بالخروج من الارض. بعضها يمكن ان يكون على شكل بيض. مدفون لفترات قد تمتد لعقود في حبيبات الرمل. ينتظر بعضا من المياه لتتم عملية التفقيص. وبفعل برك المياه التي نادرا ما تتكون. تسبح هذه القشريات الرشية لمدة تصل الى شهرين كاقصى تقدير رأسا على عقب في تلك البحيرات. الى ان تموت تدريجيا بسبب جفاف تلك البرك. سجلت هذه الظاهرة في اماكن اخرى. منها سهول منغوليا وغابات لونج ايلاند. ومؤخرا اكتشفوها في اخر مكان متوقع. وهو صحراء لوط. اخر مكان يمكن ان يعثر فيه الانسان على المياه. ورغم ان عددا من العلماء اعتبروا الامر عاديا. قام عالم عربي في الفين وسبعة عشر بزعزعة المجال. عندما تحدث عن اكتشاف نوع جديد من الجنبري. او كما يسمونها قشريات المياه العذبة. تفاجأ بها. هو مجموعة من المستكشفين. اثناء بعثة بحثية الى صحراء لوط. وعلى حسب تعبيرهم. فهذا النوع الجديد الخامس. هو اخر ما توقع ايجاده في البركة الوحيدة. بعدما يقارب اقدم من الجفاف المتواصل. واطلق على هذا النوع اسم بي فهيمي. نسبة للدكتور هادي فهيمي. الذي يعود له هذا الاكتشاف. وكمحاولات لاحقة للتأكد من المعلومة مجددا. انتهت مجملها بالفشل او لنقل بعدم الانجاز اصلا. نظرا لسببين. الاول جفاف تلك البحيرة الصغيرة. والثاني وفاة العالم هادي فهيمي. بعد تعرضه لحادث تحطم طائرة في ايران بعد سنة من رحلته الشهيرة تلك الى لوط. والى يومنا هذا الكل يقر بنمو الجنبري في صحراء لوط. ولكن لا احد يمكنه الاقرار بحقيقة النوع الخامس. مادام لا يمكن التنبؤ بموعد ظهور براكيمياه جديدة في احر الاماكن في هذا الكوكب. التي تمنع ذلك البيض من مغادرة رمالها الحارقة. مقبرة نفايات العالم. جبال من الملابس المهملة. مقبرة ضخمة للاحذية. صفوف متراكمة من الاطارات والسيارة المهترئة. تتكوم في منطقة قاحلة. لا نتحدث عن مكبين فيات في احدى البلدان. بل هي الصحراء الاقدم والاكثر جفافا في العالم. والمكان الذي يشبه قطعة من المريخ ويفتح شهية ناسا لتجربة مركباتها قبل خوض الرحلة الاولى. ولان السمع عن الاشياء ليس كرؤيتها سنأخذكم اليوم الى هذه الصحراء العجيبة. لنعرف معا لماذا يطلق عليها اسم صحراء العجائب. وكيف باتت مكب نفايات العالم. وكيف تنبثق الحياة في ارضها القاحلة من جديد. لكن قبل ان نبدأ. نذكركم بالاشتراك وتفعيل زر الجراز. صحراء العجائب. تقع صحراء اتكامى في شمال تشيلي. وتعد الصحراء الاقدم والاكثر جفافا في العالم. وفق ما يصفها الكثيرون للوهلة الاولى قد يظن الناظر اليها انها منطقة قاحلة تذروها الرياح وعبارة عن مكان بلا اي شيء. لكن التعمق في جغرافية هذه الصحراء وحقيقتها. سيدرك المرء من خلاله ان فيها من العجائب المخبأة والصفات المكنونة ما لا يمكن تخيله. فبالغوص في خفايا اتكامى تجد الاخاديد الصخرية الملونة والبركين المغطات بالثلوج والبحيرات الفيروزية. اضافة الى تجمعات المياه الحارة المغلية في خزان بيولوجي يشكل موطنا لعشرات الانواع من النباتات والحيوانات والميزات الجيولوجية. اتكامى تمتد على اكثر من مائة وثلاثة الاف كيلومتر شمال تشيلي. اي انها اصغر بقليل من صحراء موهافي الواقعة جنوب غرب الولايات المتحدة. وطولها يبلغ حوالي الف كيلومتر من الشمال الى الجنوب. عبرة به حدود تشيلي الى بيرو وبوليفيا والارجنتين. اما لقب الصحراء الاكثر جفافا في العالم فقد حصلت عليه بسبب موقعها بين سلسلة جبال كوردليرا ديلا كوستا وجبال الانديس. الجبال التي تبلغ ارتفاعاتها بين خمسة الى ستة عشر الف قدم. والتي تمنع وصول الامطار الى اتكامى ما يؤدي الى تشكل ظاهرة ظل المطر. اي ان هذه المنطقة تستقبل من الامطار اقل من ملي متر واحد سنويا فقط. وبالحديث عن المياه فان الدراسة الحديثة تشير الى ان ينبيع المياه في اتكامى قد جفت منذ مائة وعشرين الف سنة. مقبرة الخردة للعالم يجمع. عام الفين وعشرين تحولت اتكامى الى مقبرة لنفايات العالم. حيث يمكن ان ترى جبالا من الملابس والسيارات والاحذية. اذ بات المكان مركزا لرمي الملابس المستعملة وغير المباعة القادمة من الولايات المتحدة واوروبا واسيا. اذ القي فيها عام الفين وعشرين وحده اكثر من ست واربعين الف طن من الملابس. كما تغمر السيارات المستعملة القادمة من منطقة التجارة الحرة مناطق من صحراء. كذلك تتناثر فيها اكوام من الاطارات المهجورة. لدرجة ان فاتريسو فاريرا عمدة بلدة التوهوسبيسيو الصحراوية صرح لاحدة الصحف قائلا. لم نعد الفناء الخلفية المحلية فحسب. بل الفناء الخلفية للعالم وذلك هو الاسوأ. كذلك تتهم صناعة الازياء السريعة بانها الجاني الاساسي في جبال الملابس الممتدة فوق التلال القاحلة. وبحسب المحذرين من عواقب وجود هذه الاكوام فانها مليئة بالمواد الكيميائية. اي انها تستغرق ما يصل الى مئتي عام للتحلل البيولوجي. كما يقول نشطاء بيئيون ان الملابس تلوث التربة والهواء والمياه الجوفية. كما انها خزان للمواد شريدة الاشتعال. وتعود قصة هذه النفايات خاصة اكوام الملابس. الى انشاء حكومة تشيلية ميناء حاويات ومنطقة تجارة حرة يصل اليها سنويا نحو تسع وخمسين الف طن من الملابس المستخدمة بمزايا ضربية كبيرة لمستورديها. ويقدر المراقبون ان اربعين بالمئة من هذه الكميات يتم التخلص منها في منطقة التجارة الحرة بيتكامع. فلا تستغرب اذا ما رأيت كثيرين ممن يبحثون في جبال القمامة عن ملابس يمكن استخدامها. من عائلات فنزولية لاجئة تبحث داخل هذه الاكوام عما يمكن اعادة تدويره لاستخدامه او بيعه. حيث بات من الشائع رؤية مجموعات كبيرة من اللاجئين تعبر صحراء التكامع رغم ارتفاع درجات الحرارة ظهرا. للعثور على عمل بعد قطع مسافة تقدر بمئتي كيلومتر على الاقل. نعم اللاجئون الفنزوليون هنا غالبا ما ينتهي بهم المطاف كجامع قمامة في جبال قمامة الملابس في صحراء تكامع. نظام بيئي فريد. تتميز الصحراء الواقعة في تشيلي بنظامها البيئي الفريد والهش. لكن الخبراء يحذرون من انها مهددة بسبب اكوام القمامة الملقات هناك من جميع انحاء العالم. كذلك تعتبر ناسا منطقة يونغاي وهي الجزء الاكثر جفافا في صحراء تكامع. انها قطعة من المريخ على الارض فتستخدمها لاختبار مركباتها الالية. فعام الفين وسبعة عشر اختبرت وكالة الفضاء الامريكية نموذجا مبكرا لمركبتها الجوالة في اطار البحث عن علامات الحياة القديمة على الكوكب الاحمى. وذلك نظرا لان المناظر الطبيعية تشبه المريخ. ما ساعد في اختبار قدرات الحفر للمركبة الجوالة في الصحراء. للتأكد من انها ستعمل على كوكب المريخ. كما ان التعرض للاشعة فوق البنفسجية في اكاكامع يتطابق بشكل وثيق مع ما تحمله العربة الجوالة. ارض قاحلة تزدهر من جديد. في ظاهرة لفتت انظار العلماء نحو احد اكثر الاماكن جفافا على سطح الارض. لاحظ العلماء في ابا من هذا العام الفين واثنين وعشرين تفتح الازهار في السهول القاحلة للصحراء. بعد تساقط الامطار الشتوية هذا العام عليها. لتظهر ما اطلق عليها الباحثون ما تسمى الصحراء المزهرة في اتكامع. حيث غطت ازهار بنفسجية الصحراء في منظر لافت جدا. لفت اعدادا كبيرة من السياح المحليين والاجانب. الظاهرة التي فسرها علماء الاحياء بانها بسبب تلقي المنطقة هذا العام امطارا بلغت اكثر من ثمانين مليمترا. وهي كمية كبيرة للصحراء القاحلة مقارنة بالعادة. كذلك لوحظ في منتزه اليانوس ديتشيلي الوطني. المكان الذي يعد بوابة الصحراء الاكثر جفاف في العالم. لوحظ انبات القرنفل الصغير وانواع نباتية اخرى. الطريقة المثلة الاكتشافية كما هي المكوث في فندق او نزل يقع داخل حدودها. مثل فندق اكسبلورا تكامع على مساحة سبعة عشر هكتارا في سان بيدرو ديتا كاما. البلدة الصحراوية الواقعة على ارتفاع الفين وخمسمائة متر فوق مستوى سطح البحر. حيث ان المنتجع الصحي يتميز بسطح مراقبة خاص مزود بتقنيات متطورة. تسمح للضيوف باستكشاف احدى سماوات العالمي الاكثر هدوءا ونقاوة. فما رأيك بهذا المكان? وهل تفكر بزيارته يوما ما? لحظة هل تعتقد ان هذه الصحراء ستعود مروجا? اسئلة ننتظر منكم اجابتها في التعليقات. ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. رمال معجونة بالذهب. واخرى سموم متحللة. وثالثة مقبرة للنفايات. وغيرها حكاية صحار سردناها لكم. فهل ترغبون في رؤية حكايا لصحار اخرى بالعالم. تجدون تكملة الحكاية على قناتنا في اليوتيوب. كل ما عليكم هو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم التنبيه لحظة نشرها.